عالياً واحد لقت كانت الفضة أحسن من الذهب واحد لقت كانت الفضة وحتى في العصر الإسلامي الفضة كانت أتمنوا أحسن من الذهب نعم لأن الفضة ليست لديها سمومية والإشعاع دي المانيتيزم هذا المغناطيس بنفسها بمعنى أن الرجال من اللي يحملوا اللي يزينوا بالذهب يكون الجسم ديالهم مغناطيس مخشوش يتغنطس كتر من المرأة المرأة لا الذهب ما يضرهاش الرجال الذهب يضرهم من الناحية العلمية ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الذهب ذهب على الرجال حرمه نعم نعم حرمه النحاس بالعكس ممكن العيالات والرجال يأخذوا خلخال ديال النحاس في ديهم وحديد يكون أحسن لأن النحاس من اللي كان ديله في يد اليسرى فهو يجبد هذه الهالة والمغناطيس لأنه جهة القلب نعم نعم الآن قطعة ديال النحاس خاصة تكون في يد اليسرى وعلى الأقل خاتم خاتم دي أقلها خاتم نعم أو فضة يدر في الأسبوع لأنه يجر هذا المانيتيزم على القلب ويجر المانيتيزم على جسم جيد أكثر من ذلك نزيد وندقه المنطقة ديال المكة ما فيهاش مغناطيس فيها مغناطيس قليل جدا القطب الشمالي فيه مغناطيس كتير من المفروض الناس ديال المكة يعيشوا أطول نعم لأن هذه هي المنطقة اللي يخلق الله المغناطيس ديالها والإشعاع ديالها قليل والقطب الشمالي فيه مغناطيس كتير إحنا إلا قارننا روسنا مثلا مع مكة مبعدش بها بزال ثلاث ساعات في الطائرة يعني إحنا عدنا مغناطيس كتر منهم لكن الآن مع يقلب الناموس الكوني أن الآن الأمراض في العربية السعودية والخليج كلها حول مكة ولا حتى الشام يعني كله هذه الدولة عندها الآن أمراض أكثر من أمريكا لأنها لم تحترم الناموس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقة ولذلك في النصائح اللي اعطيت للحجاج أنا قلت بأنه ما يتناولوش الحم في مكة ما الأحصل لا يتناولو لهم لأنه مسافر مضطرب عصبيا وأن مكة جوها تقيل ويجب أن يشرب ماء ويأكل تمر وشعير فقط فهذه الأشياء ما ننقوش ناخده من منطقة ضيقة من واحد الزاوية ضيقة نقول بأنه نعم فالإنسان عرف الحلبة وعرف الحلبة بأنها مفيدة والحلبة هي الآن مفيدة وزكت العلوب وأن الإنسان كان دكي وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا موسى الكوني وأنه علم الإنسان كيف يعيش وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضا على الملائكة هذا علم آدم داخله في كل شيء أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش في هذا الكون هناك فرق إيجابي هناك فرق إيجابي لماذا لأن النساء عندهم وهذا مثل صحيح مثل صحيح يعني نزكيها علميا لماذا لأن النساء عندهم هرمونات كثير من الرجال ويعني علينا عندهم هرمون الحليب فيتين به الرجال عندهم هرمون المبيض عندهم هرمون الرحيم عندهم هرمون التدي هذه هرمونات فيتين بها الرجال يعني طبعا الرجال ما عندهمش كثير وهي الحلبة تسوي الهرمونات ولذلك هي لا تضر رجال ولكن تنفع النساء أكثر من الرجال لماذا؟ لأنها تضبط الهرمونات وكذلك الأنظيمات هذا يعني هذه هي التفسير لها المقولة وهي مقولة نزكيها من ناحية العلمية ثم الطريقة المتلى لاستعمال الحلبة يتكون مع الأكل الأحسن يأخذها الناس مع الأكل أشخاص اللي مرضو يحس براسهم مشي هو ذاك عادي يشتري الحلبة ويأكلها لا هذه الأشياء هذا التصرف أنا لا أزكيه ولا أحبه كثير من الناس اللي يلجأون إلى الأعشاب إما لما يستنفذ كل الطرق سوف يتقول لرام قاعدنا ما دوريك إما لما يستنفذ كل الطرق أو لما يمرض أو يحس بمرض ثم يلجأ إلى الأعشاب الأعشاب لا تعالج الأعشاب تقي الجسم أعشاب لا تعالج لماذا؟ لأن نسبة العلاج في الأعشاب هو عشرة في المئة يعني تركيز هذه المكونات اللي كنين في الزعتار ولي كنين في أي شيء هو تركيز ليس عالي يخصك تأكل واحد كمية كبيرة إلا كلتي كمية كبيرة كيولي عندك تسمهم الأعضاء منهم الكيليا والكابيد والبونكرياس والطوحال هنا فالناس يخصهم يفهموا هذه القضية أما الأعشاب هي واقية خصت كال كل نهار الزعتر خصت الناس يشربوه دائما يجيروا ماشي الحلبة خصت تكون مع الأكل دائما ماشي حتي مرضوه لماذا الناس يأكلون خبز ويشربون شاي ويأكلون قطان ويأكلون خضر كل يوم ولماذا لا يأخذون هذه الحبوبة كل يوم هي ماشي غدا تبقى تنتظر هناك خلق الله تبقى تنتظر حتى المرضوه هذا خطأ ومن المفروض أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم هذا يعيش بسلام يعني أتقنه وسوه وعدله وكل شيء يعني كي يعيش هكذا فالكمية مخصش الناس يكتروه من أي الحلبة مكتروش من الناس يعني ملعقة صغيرة ولا نص ملعقة كبيرة في اليوم ماشي مشكلة تكون مطحونة مع الأكل والإشحر ولكن ما يعونوش على الناس في العلاج صحيح أنه بعض المرات مغص ديال البطن وديال المعيدة وليش حاجة هي تفيد فيه نعم ولكن ما خصتاش تستعمل للعلاج خصت تستعمل للأكل ماشي الجسم ما يوصبش هذا من جهة من جهة أخرى حتى الأشخاص اللي عندهم أشياء بسيطة بحل المعيدة ولا مغاص ولا انتفاخات في البطن ولا الأمعاء ولا شي حاجة أشياء طارئة بسيطة ماشي سرطان ماشي هادهم ممكن يتناولوا الحلبة حالا يعني واحد سميت شاعير أو أي شيء مع الحلبة ويتناولوها يعني غادت نفعهم بكثير ويلا تناولوها مثلا على الريق هاد على الريق هاد على الريق هي كلمة خاصة بالعشابة هاد على الريق نحن لا نعترف بها من الناحية العلمية مثلا على المعيدة فارغة نعم على مائدة فارغة ومن اللي كانت الأشياء اللي كتحبس العلاج هي السكر واللحم من اللي كيزولوا الناس اللحوم والسكر ياخدو أي شيء معلم اكلها من اللي يفطر الصباح ياخدو ليش موش كي أشياء هذا خشاش الأرض من اللي كناكلوه قناة نصائح وإرشادات مجانية هذا يعني بالعكس من اللي كتعمل معها الأشياء اللي بغي تأخذك يكون أحسن هذا على الريق لأنه لا نحبدها ولكن تكون وسط الأكل غير يكون أكل بدون دسين يعني باش ندقل الناس في الأمور وهما هدي بعض الناس اللي كيبقوا يعطيهم خلطات ومساحيق وهدي يخذها على الريق وتسناعات فطر هذه ليست هذه ممارسة خاطئة ولا أساس لها من العلم ونحن في عصر الآن عصر العلم ويجب أن يتجنب الناس هذه الأشياء لا يشتروا أشياء غير معروفة وأنا أؤكد عليها الشخص غدي يمشي عندك يدق لك ويعطيهم لك يقول لك هذا لا يعقل ليس من الدين وليس من المعروف وليس من الصواد اللي بغي يبيع الحلبة يبيع أحبوب اللي بغي يحب رشادي يبيع أحبوب ولكن باش يدق الأشياء ويخلط أو يقول لك أنا عندي واحد سر في الخلطة هذا كذب على الناس هذا كذب على الناس وحتى التجارة لن يبارك الله فيها بهذه الطريق حتى ابن سينا ابن سينا كان يصنع الأدوية لناس وكان يعرفها لهم تقول لمرأة البرقات نبتاج تهودرنا منه وضقينا وعطينا ونعطيه لهذا المريض ويعلم الناس هذه النبتاج ويعلمهم كيف يتعالجهم فالآن ناس لو كيعطوا خلطات هكذا أنا شفت حتى بعض الأشياء الآن ذي كابسول وذي فعلا صانعينهم العشابة ليس الشركة لا لا العشابة صانعهم غير العشابة بيديهم ربما بيديهم بلغسيل وكيعطيهم للناس هذا ليس من المعرف وليس من الدين ومجتمع دينا يعني هذه المسائلة دي خلطوا ينتبه لها جيد يعني ما شاء الله يعني لا نحن عليين في عصر العلم ومجتمع إسلامي ولا إله الله وكان بعض الأحيان دكتور كيتحنوا الحلبة وكيخلطوها بالعسل يعني وش مفيدة لماذا حتيها وشوية مرة لماذا دائما يلجأ الناس إلى خلط الأشياء بالعسل لماذا لماذا أنا 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 أتساءل لماذا نخلطها مع العسل لماذا يمكن حتى مرة لا هذه غير خلطات كانوا الناس داروها في حد الوقت ويبغاو يبدو ويتحايلوا على الناس فقط العسل يتناول كعسل الحلبة تناول مع الأغذية كحلبة ولكن خلطوها تتجنس لماذا نخلطوا الحلبة مع العسل نحن ندخل في واحد المشاكين أخرى ديال 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 العلاج الحلبة يتناول دولها عادية العسل في طربي الصباح الناس مع الخبز مع زيت زيتون في طربي وليدلوه مع الماء يشربوه لأشياء وليدوهم معامل الخدمة يش يدو قرع هذه قيمينة ديال معديني يضيفوه لجهة الملعاقات ديال العسل ولا ثلاثة يدوها معامل العامال يشربوها يلدوهم معامل عاصر يكون حسن يلدوهم معامل تفاح يكون حسن عليين الحلبة ديال طبعا نعم تأخذ مع الأكل